المملكة البحرين إلى جانب خدمات الفحص التي يقدمها المعهد هناك خدمات متعددة يقدمها المعهد من حيث الدراسات والتدريب والبرامج ذات الصلة باللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى جانب تنفيذ الخطة الوطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ في مملكة البحرين وتعزيز الثقة بتجارة اللؤلؤ في البحرين وحول العالم من صيد وتجارة اللؤلؤ من هنا يسجل التاريخ قصة تمتد لعقود طويلة مضت كانت بدايتها منذ أن عرف الإنسان البحريني مهنة الغوص في رحلة يستقل فيها البحارة سفنهم بحثا عن اللآلئ التي هي مصدر رزق للعديد من العوائل البحرينية أنذاك وللحفاظ على فرادة اللؤلؤ وما اكتسبته مملكة البحرين من مكانة عريقة بين الدول يبرز دورها المحوري معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات وهو مركز عالمي يختص في فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعتها بسبب علاقة البحرين مع اللؤلؤ الطبيعي والعلاقة التاريخية التي امتدت على آلاف السنين في سنة 2017 أضلق سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الخطة الوطنية ليعادة إحياء قطاع اللؤلؤ الأهداف الأساسية هي استدامة مهاد اللؤلؤ الغوص المستمر أو المستديم للؤلؤ الطبيعي إعادة إحياء التراث، إعادة إحياء التاريخ وأيضا اليوم البحرين هي الدولة الوحيدة اللي ممكن أن السائح أي ويبحث عن اللؤلؤ الطبيعي إضافة إلى ذلك إلى تحديث تجارة اللؤلؤ فإنشاء منصات لتداول اللؤلؤ الطبيعي وإضافة إلى ذلك إنشاء معهد متخصص في التفريق بين اللؤلؤ الطبيعي واللؤلؤ المزروعة واللؤلؤ اللي تخلط عليه يد البشر لتصنيعه ما يميز لآلئ البحرين عن اللآلئ الأخرى هو لونها وبريقها وحجمها بسبب عدة عوامل منها المياه الفريدة المحيطة بالبحرين التي تتكون من مياه عذبة ومالحة ومعهد البحرين لللؤلؤ والأحجار الكريمة دانات هو مختبر ومركز بحوث وتعليم يكرس جل جهوده في منع توريد أو الإتجار في اللؤلؤ المستزرع للحفاظ على أن كل حبة لؤلؤ تباع في السوق البحرينية هي حقيقية وطبيعية وهذا ما يتميز فيه مختبر مع حد دانات أن الخبرة الموجودة هنا تعتبر خبرة عالمية متراكمة نحن في مختبر دانات نستلم مجموعة من اللؤلؤ لا يستلم أي مختبر في العالم من أهداف مع حد دانات هو توفيق خدمة الفحص نحن نفحصها لازم نشوف التركيب الداخلي لهذه اللؤلؤ فأول عملية لازم نصور اللؤلؤ عن طريق الأشعة السينية أشعة أكس تخلينا نتمكن نشوف التركيب الداخلي لللؤلؤ نشوف هل التركيب تكون طبيعي أو تركيب من اللؤلؤ مستزرع اللؤلؤ البحريني قصة عشق لا تنتهي فالعقود النفيسة تتوارثها الأجيال عبر الأزمنة بحثا عن التمييز والجودة والعراقة وأن العمل في اللؤلؤ لا يتعلق بصناعة المجوهرات فحاسب بل في كيفية اختيار حبات اللؤلؤ المناسبة للقطاع المناسبة تكتسب مملكة البحرين موقع مميز على خارطة اللؤلؤ العالمي فمن جمال بريقه وصفاء لونه هكذا يتميز اللؤلؤ البحريني ومعهد البحرين لللؤلؤ والأحجار الكريمة دانات يهدف لإبراز ما تمتلكه مملكة البحرين من كفاءات متخصصة وتقنيات متقدمة ورؤية طموحة في مجال فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين